اشتركوا في القناة مبدئيا لو انا اشتريت شتلة من المشتل وشايف ان وضعها كويس وبشكل جيد وذكرنا في فيديو سابق ازاي انا اختار الشتلة من المشتل واخد شتلة واكون واثق ان الشتلة دي بوضع جيد هنا انا اخدت شتلة وما راعتش النقاط او المواصفات اللي احنا ذكرنا في فيديو سابق ازاي اختار الشتلة اشتريت شتلة واخدت على المنزل عندي وبدأت الشتلة تترجع اول نقط هعملها هو ان انا افحص جزور النبات افحص جزور النبات بهدف التأكد من خلو الشتلة من امراض ان المتودة او من مشكلة زيادة الراي واتأكد من ان التربة اللي مزروح فيها الشتلة تربة جيدة ما تكونش تربة رملية او تربة سيئة وفي نفس الوقت اغير تربة الشتلة بتاعتي لو انا اخدت الشتلة وشفت الشتلة بدأت في التراجع مباشرة هبدأ اطبق نفس طريق الفيديو هني هنا اطلع الشتلة من الاستيس عندي تربة رملية تربة رملية طبعا خالية من العناصر ما فيش فيها اي عناصر او ما فيش فيها اي مكونات سماد او عناصر سمادية وفي نفس الوقت زي ما حضرتك شايف الجزور عندي لونها غامة وذكرنا في فيديو سابق ان الجزور اللي لونها غامة معناته ان الشتلة بتعاني من مشاكل في الراي وان التربة المزروح فيها شتلة تربة غير جيدة اول نقطة عندي الجزور اللونها غامة التربة تربة رملية ما فيش فيها اي عناصر المجموع الجزري مش قوي او مش كسيف الحالة دي هشيل كل التربة دي خلص هغير التربة بتاعتي ولكن لو وجدت ان التربة تربة جيدة او سماد مشتل او بوتموس وانمو الجزور وكمية الجزور جيدة ولون الجزور ابيض فبالتالي انا مش هغير التربة ليه النبات وهغير القصيص فقط لقصيص اكبار هنا انا هضطر ان انا اغير التربة بالكامل بنفس الطريقة متخافش الشتلة مش هتموت ولا حاجة هجيب تربة زراعية انا باستخدم سماد مشتل وفي فيديو على القناة الرئاسية خاص بالتربة اللي انا باستخدمها هوسع مكان زراعة الشتلة مكان يناسب المجموع الجزري وهراعي ان انا مقصرش الجزور هسبت الشتلة بتاعتي بشكل جيد بنفس الطريقة وذكرنا ايضا ان الجزور اللي لونها فاتح وفيها شعارات جزرية ونموات جزرية قوية بيدل على ان عملية الرأي بتتمب بشكل طبيعي وبشكل جيد او بصورة جيدة وبطريقة جيدة وان عملية التسميد والرأي والعناية بالنبات بوضع جيد بنفس الشكل كده انا زراحت الشتلة بشكل جيد كده انا انتهيت من العملية لا انا لسه ما انتهيتش من العملية هنرجع تاني اني شوف ازاي هنشط النمو الخضري والنمو الزهري وازاي اشجع النبتة بتاعتي على عملية التزهير الكثير النقطة التانية هبدأ اشيل كل الفروع الميتة كل الفروع النشفة فرع ميت هشيله عندي فرع متوقف عن النمو هاقص القمة النمية بتاحته او هاقص نهاية الفرع الجهنمية من النباتات اللي بتحب التقليم باستمرار قلم الجهنمية وباستمرار حافظ على وضع الجهنمية في مكان بعيد عن الهوى والعواصف والرياء عشان الجهنمية تقدر تحتفظ بمجموع زهري قوي ويكسيف على الشتلة كل الفروع الميتة كل الفروع النشفة كل الافرع المتوقفة عن النمو قمة نمية عندي فرع متوقف عن النمو هاشيل القمة النمية بتاحته او هاشيل نهاية الفرع عشان اشجع النبات بتاعي او الشتلة بتاعتي على نموات جديدة والنموات الجديدة دي هي اللي اطلع لي زهرة جديدة وتقوي لي الشتلة بتاحته حامل الزهرة القديمة اللي هي الزهرة اللي سقطت من على الشتلة بتحتي أثناء ما كانت في المشتر أو اللي سقطت على الشتلة بتحتي في الفترة السابقة هشيل الحامل الزهري كده أنا انتهيت من ترتيب النبات بتاعي أو الشتلة بتحتي هبدأ أضيف السماد العضوي ضيف السماد العضوي في أي وقت من وقت السنة ما عندناش مشكلة ولكن ضيف بكميات بسيطة جدا جدا هنا أنا هضيف مركب MBK محبب أي تركيبة MBK متوازنة هضيفة لي الجهنمية هضيف مرة تانية هيومك أسد هيومك أسد محبب أو هيومك أسد بودر كميات وليلة جدا ولكن ما فيش فيها مشكلة هبدأ اللابها أو همكسها في سطحة تربط الإصيص وهروي الشتلة بتحتي رية جيدة ويفضل إنها بكون رية بالرشاش ويكون رية غمر وبعد كده هنتزل لحين ما أبدأ أشوف سطحة تربط الإصيص بدأ يجف هبدأ في برنامج الري اللي احنا اتكلمنا عنه في فيديو صابق هسند الشتلة بتحتي هرتب الشتلة بتحتي بالطريقة اللي تنسبني وتناسب النبات بتاعي إن شاء الله انتبع مع حضراتكم بالشتلة دي في فيديو قادم إن شاء الله بإذن الله هتمنى من الله أني يكون قدمت حضراتكم مع المفيدة هتمنى إن الجميع يكون استفاد ولا تنسوا زكاة العلم تبليغه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من X clean يعني التنسوا زكاة dropping من الغرفات الخصو тебе لك محصر أصحينا نعم